السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا بيكم في حلقة جديدة على قناتكم صاحب الكورة. النهاردة الحلقة مهمة جدا 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 والفيديو اللي نزل من شوية ده اللي كان نفسي ان انا نزله لكم هنا على القناة بس انتم عارفين ان اليوتيوب ساعات كتير بيحظر او بيحظر يعني ان انت تنزل فيديوهات مش بتاعتك. والفيديو ده يا جماعة ليحقوق اه مفروض ان حقوق دي الموقع كورة بلس. اه وطبعا الصحفي اللي صوره. الفيديو اللي هو اه يعني مشدة ما بين او خناء ما بين ابو جبل وبن شرقي وزيزو والحكم محمد عادي الحكم من لقاء القمة يمكن الفيديو يعتبر قديم. ولكن لسه نزل النهاردة اه الصحفي تقريبا اللي صوره هو اللي ننزله. اه الفيديو يعني غريب وهتحتاج تعده مية وثلاثين مرة. وبص هنتكلم في الفيديو كتير عشان نفهمك بس نقطة معينة. وهنتكلم برضو عن عرض اه ايكس امستردام لأكرم توفيق لعب النادي. الاهلي وهنتكلم ايضا عن سبعية النادي الاهلي. اه ويعني هنتكلم برضو شوية عن اه ديون نادي الزمالك. بس استأذنك في بداية الحلقة لو انت اول مرة تشوفني. وحابب تابع كل الاخبار الحصرية وكل احليلات المقشاط في تحت زرار احمر وكتوب عليه سبسكرايب او اشترك دوس عليه. جنبه جرس وصع الجرس اختار اول اختيار. ولو انت جديد اواديم معنا فقران منساش تعمل لايك وكمنت وشير. واخر حاجة اعز اقولها بس ازودها. لو انت بتشوفني على صفحة الفيسبوك وانساش تعمل لايك للصفحة او البيتجي يعني. وباسم الله والصراط والسلام على رسول الله. دلوقت يا جماعة الفيديو بتاع بن شرقي وبو جبل. الفيديو كان نازل مندته عشر ثواني والناس بهدلة الدنيا على تويتر وعلى الفيسبوك وعلى اليوتيوب. والفيديو انت لما تيجي تشوفه يعني بجد انت الفيديو ده انت هتسمعه باكتر من صيغة. هقولك. لو انت اهلاوي هتسمعه بسمع معين. والله باتكلم بجد. انا بس يا جماعة قبل اي حاجة. الناس اللي بتابعني من زمان عارفين ان انا بتكلم الحمد لله على قد مقدر بالحق. لانا ما فيش انسان فينا كامل الكمال لله وحده. ولكن على قد مقدر بقول الحق. وبقول اللي انا شايفه. واكتر حاجة اتدايقني هو اه ظلم حد في اكل عيشه. يعني اللعب الكورة اكل عيشه الكورة. فمحبش اتجنأ او تبلع على حد غير لو متأكد بنسبة مية في المية. فمش عايز حد ازا مالكاوي هاجمني ولا حد اهلاوي هاجمني اسمع والله بتكلم معك بمنتهى المنطقة بما يرضي الله. انا بقول لك اللي حصل ولانك هتبقى عندي على اكاونت بتاعي الرسمي بيني وبين صحابي حتى. انا اتفرجت على الفيديو والله انا مش قادر عد العدد من كتر ما اتفرجت عليه وفرجته يعني لناس اه تانية غيري والله العظيم. واخدت رأي ناس تانية على الفيسبوك قبل ما اطلع من الحلقة كنت متردد وعمل اخد رأي الناس يا جماعة هو شتمه ولا كلمه بالمغربي ولا ولا قال له حاجة تانية. فاسمع الفيديو كده او اتفرج عليه وانت بتفرج اسمع وشوف رأيي صح ولا لا. لو انت فرج عليه وانت حاطف في دماغك انه هو شتم الشتيمة اللي هي القذرة اللي هي بالام دي هتسمع الشتيمة دي. ولو انت ده لو انت مثلا بتفكر لو انت بتفكر ان هو قال له روح شوفها هتجي تبص هتسمحها روح شوفها. ولو انت مغربي. وفيomsило انه هو قال له حشومة. حشومة دي يعني عيب عليك بالمغربي vitalي. لأ اما parachبال بحبابي قالوا. لا ده قال له حشومة حشومة. حشومة 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 حكيده يعني. فديم عنها عيب عليك بالمغربي هتسمحها حشومة. انا بقى سمعت ايه اول جملة سمعتها روح شوفها. تاني جملة سمعتها اشتيمة اكلمك والله بي مورد الله لآكي اعدتو تاني سمعت اول جملة رح شوفها. تاني جملة سمعتها حشومة. حشومة. قلت ده يا جديد. انا ظلمت الراجل ولا? الراجل ده ليه? بعد كده عدت الفيديو تاني. والله العظيم سمعتها بكل الحاجات اللي ممكن تسمح. سمعتها بالتلت نط. يعني تلت تلت جمل. سمعتها رح شوفها. وسمعتها الشتيمة. وسمعتها حشومة. وحيات ربنا. انا عدت انا بكلمك بما يرضي الله. انا مش عارف احطي ايدي وفعلا. طب عمال قولي طب هو ده لابقه ليه? واحد تاني بيقول لا ما دراش بقه ده بلعف مناخيره. طب بعد كده طب لو هو قال له الجملة دي ما كانش بان على وجهه في المرة التانية ليه? طب محمد عادل ماسمعهاش طب زيزو ماسمعهاش. حتى لو انت حد بيشتم حد اشتيمة دي جنبك وانت تتخطف يعني تلف تبصيره تقول له اي حاجة. مش عارف والله اقسم بالله ما عارف قال له ايه. انا عدت بيه دكتر مرة طبعا حد دلوقتي ايه اهلا ويقول لي قولي الحق. انت مش عايز تقولي الحق. انا عارف والله يا ده اللي يحصل بس هو في الاخر انا بتعامل مع ربنا. والله ما قادر اجزمها يا ايه. فانا بتعامل مع ربنا. ماليش دعا بقى بالاهلاوة هيجي ويجي هجمني مثلا يقول لي قولي الحق. هيجي حد زمالكاوي تاني يقول لي ايه ده? وانت سمعتها في مرة ان هو شتمه? ازاي شتم? وانت مو الزمالكاوي. برضو انا بتعامل مع ربنا. هيجي واحد مغربي مثلا يقول لي انت ازاي بتقولي ان بل شرق شتم. ده بقول حشوبة. برضو بتعامل مع ربنا. ابا كلمة اجمي ورد الله. ومن ساعة عملت القناة الحمد لله وانا بنسبة كبيرة بحاول ارضي ضميري وارضي ربنا في المحتوى اللي بقدمه. اكيد مش هعرف اوصل لنسبة مية في المية. اكيد. واكيد انا مش كامل. واكيد انا خلاص مش مش حد ملوش حل. اكيد بغلط. واكيد بعمل حاجات كتيرة. بس بحاول اني على قد مقدر على قد مقدر بنسبة كبيرة جدا اتكلم في الحقيقة. فعشان ننهي بس موضوع الفيديو اه انا ننسيت اقول. ابو جبل اللي قاله للحكم. المفروض الحكم كان يتخذ معاه اجراء. كلم بميوردي الله. والمفروض ابو جبل كان يتعاقب على الموضوع ده. والمفروض ابو جبل حتى لو اتحد الكرة شاف الفيديو طبعا ده هيحصل اتحد الكرة شوف الفيديو وحقق مع ابو جبل وبعد بن شرقي ومعزيز ومع الحكم. لازم ابو جبل على اللي قاله ده يتعاقب. ولازم الحكم يتعاقب انه ما طردش ابو جبل. انا بكللمك بعمenezوا يرد الله. ولو اي حد في الاهلي هو اللي كان اقال للحكم كده كان لازم يتعاقب. زي ما طلعت كلمتك قبل كده لما باليمناهات الغانق مع الحكم قلت ذلك كان لازم يتطرد. ولما لمحامد الشنوge اتخانق مع الحكم بتاع الآلي قلت ذلك لازم يتطرد ولما وريد السلمانية اتخانق مع ده تقول لي قلت له لازم يتطرد. ولما طلع قبل لما يسمع الفيديو ولما يجيب المصور اللي صور ولما يرجع للحكم ولما يجيب ابو جبل ولما يجيب بن شرقي هيعرف في الاخر هو قال له ايه وبناء العالة الاتحاد الكرة هيقوله بغض النظر بقى انت بالنسبة لك شايفت اتحاد الكرة حلو اتحاد الكرة وحيشة اه وانت هتسمع و هتشوف بس المطالة موضوع انتشر قوي كده اعتقد الموضوع مش هبقى في لعب كتير بقى جماعة حصل كذا ولازم يقول رد جازم رد قاطع رد قاطع هو قال ايه الصحفي اللي صور الفيديو اللي بنزله على صفحته قايل انه شتم وكاتب زق التمنتاشر ده الصحفي مش هايز اقول اسم عشان ممكن يكون شواء حابب ان اسمه يتقال صحفي مشهور جدا جدا يعني وفوتوغرافر يعني مشهور جدا حد كده ما شاء الله عليه يعني في المجال هتلاقوا اسمه مكتوبي يعني انا مش محتاج اقول الفيديو نازل باسمه اصلا فكاتب على اكاون تاعه انه هو زق التمنتاشر انه هو شتمه كاتب كده هو سمع وشاف غيرنا فده هي الجاب يتسئل انا شفت الصحفي كاتب ايه بس والله اللي سمعته التلات حاجات حشومة روح شوفها والشتيمة والله عدت فيديو جتيج جدا جدا سمعت التلاتة فمش عارف يعني ربنا يسر الحال ولو بالشرق غلطان وشتمه فعلا لازم يتعاقب مبدأ الثواب والعقاب ده مبدأ مهم جدا لازم يتعاقب من شرق لو شتمه فعلا يتعاقب ولو حشومة دي معناها عب عليك عادي او اكتر بالمغربية وطلعت شتيمة مش عب عليك لازم يتعاقب لو قال له روح شوفها عادي ما حصلش اي حاجة وكده احنا زلنا من شرق ابو جبل لا ابو جبل لازم يتعاقب على اللي عمله وينفعش يقول له الحاكم عايز خلص المطش كام كام ايا كان الوضع امسك نفسك ومفروض لو كان حد يسمعه من جهاز زمالي كان يقول له اسكت وامسك نفسك واي لعب في الدور المصري يكلم الحاكم بالاسلوب ده لازم يتطرد او يتوقف ايا كان اهلي زمالك من اي حتة في العالم عرض من نادي ايكس امستردام لاكرم توفيق يمكن شوفنا الصحفي احمد سعيد كان منزل ان فيه عرض رسمي على كلام ده عن مسؤولية الصحفي احمد سعيد والاعلامي احمد سعيد قال ان فيه عرض رسمي لاكرم توفيق من ايكس امستردام هتلاقي فيه كلام عن العرض ده ولكن مفيش مواقع كبيرة كتب الموضوع ده ولكن فيه كلام عن العرض ده ولكن الاهلي اعتقد انه بنسبة كبيرة مش هيفرد في اكرم توفيق الصيف ده او الموسم ده ولكن النادي الاهلي ما عندهش مانع انه يبيه اكرم توفيق ويحقق طموحه في الاحتراف الموسم القادم مفيش اي مشكلة اكرم توفيق متمسك بالنادي الاهلي ولكن لو جاله عرض كويس زي ايكس امستردام يعني مصنع كبير جدا للمواهب الكروية في العالم وان هو يحترف برا ويشوف مستقبله الاهلي مش يوقف قدامه تماما 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 ايضا سبعية النادي الاهلي في مرمى منية سامنود نادي اهل نارده كذب سبعة واحد اللقاء سريعا شهد تقلق لأحمر عبدالقادر جاب جنع علامي بصراحة نشوفته ما شاء الله عليه يعني اصابة العمار حمدي اعتقد اصابة خفيفة كانت في الاصبة كادمة في الاصبة ايضا وليد سريمان لعب في اللقاء كهرباء لقاء في اللقاء حسين اشتحات عمل تلاتة اسست في شرط الاول اه يعني مين تاني تقلق في اللقاء اه طبعا كريم فؤاد تقلق جدا 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 وكان عامل ماتش اكثر من رائع مع النادي الاهلي ورفعته اكثر من رائعة اه ويمكن جمهور النادي الاهلي كان عايز ماتش يخلص ستة واحد بس الحمد لله انه وخلص سبعة واحد معرفش ليه المشكلة دي وفي حاجة بس واحدة انا متدائق منها بصراحة ان اه خلاص بقى يعني ايه اه كفاية بقى يعني احنا خلاص ماتش خمسة ثلاثة يعني مش نسناءة كده ومحفور بس بنحاول ننساها فهمتش كل شو تفكرون بيه مش هيبقى بقى خمسة ثلاثة واستة واحد فيعني شو تفكرون بقى صفحات الاهليش غلقت تيك 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 الجون الخامس اه خمسة دول احرازه من بو جبل ومش عارف ايه خلاص اجدان خلاص خلاص بنراح على بعض كده ايه وفي الحبيني كده في الحبيني خلينا حلوين وحباب مع بعض مش نقصين ويه ديون نادي الزمالك دلوقتي كل اللعيبة اللي كان بتلعف نادي الزمالك جماعة كل اللعيبة اللي لعبوا في الزمالك قبل كده في تاريخهم بيفتكرون ان هم ليوا مستحقات قديمة ويروحوا ياخدوا حكمه بالمستحقات القديمة كله بيقبط في الزمالك وبينتفريش الزمالك حد يجيو لي طمانت كيف تنتفريش الزمالك ما انت بتكلم عن ابن شرقي وبو جبل لا ده حق ربنا ماليش دعوه بيه لكن بتكلم ككيان نادي كله بينتفريش نادي الزمالك كله ما تدى ان الزمالك وقع وبيقطع فيه بسا كاكين ارحموا نادي الزمالك هتقولنا ادارة منتخبة تقعد اربع سنين وتقدر ان هي تعمل حاجة مع نادي الزمالك كل لها برنامج نقدر احنا كجمهور نقف ونحاسب الادارة عليه كان معكوك عمرو عاطف من قناة صاحب الكرة شوفكم ان شاء الله فيديو جديد السلام عليكم